لم يحدث أن فعل حليف بحليفه مثل ما تفعله السعودية باليمن فبعد يوم من ارتياح مؤقت ساد الأوساط اليمنية إثر عادت رياض بعض الأكاديمين اليمنيين إلى جامعاتها في جنوب المملكة عادت حملة الترحيل لتستهدف كثيرا من اليمنيين مصدر أكاديمي أكد استمرار ترحيل المغتربين اليمنيين إذ لم تكن عودة بعضهم إلى أعمالهم إلا أمرا مؤقتا يراد بهم امتصاص حالة الغضب الشعبي إذا أتع السفات الرياض بحق العمالة اليمنية على حد وصفه خمسة ألاف مصري عالق في القاهرة وممنوع من العودة إلى الرياض نتيجة انتشار وباء كورونا سبب آخر دفع جامعات الملك خالد والباحة وجزان إلى يعادة بعض الأكاديميين اليمنيين لسد هذا الاهتياج وإلى السبب ذاته ذهب الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية ادعى الحكومة الشرعية إلى التعامل بشفافية مع مواطنها والخروج عن صمتها بتوضيح الصورة بدلا من حالة الضبابية التي تسود الأجواء منذ أسابيع لم تتوقف عملية الترحيل إذن رغم التحرك الرئاسة حيث أجرى الرئيس هادي اتصالات بالسلطات السعودية لمعالجة أزمة المغتربين فيما أكدت وكالة سبأ الشرعية اجتماع الحكومة للاستماع إلى مخرجات لقاء جمع وزير الخارجية أحمد بن مبارك بنظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أزمة جديدة تلوح في الأفق وتضاف إلى أزمات بلد أنهكت الحروب المتعددة منذ سبع سنوات والسعودية مشاركة فيها كما في كل مرة والضحية ملايين اليمنيين في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر